موسيقى ضحايا حرائق كاليفورنيا في ارتفاع واستمرار اجلاء الالاف موسيقى نساء تنبكتو يرقصنا على انغام الموسيقى المحلية موسيقى موسيقى اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار اليوم اجلت السلطات في كاليفورنيا الافا اخرين من منازلهم مع اتساع نطاق حرائق الغابات بسبب التغير المستمر في اتجاه الرياح وتوقع المسؤولون ارتفاع عدد القتلى الذي بلغ حاليا اربعين قتيلا في ظل بقاء مئات الاشخاص في عدد المفقودين ويكافح الالاف من رجال الاطفاء 16 حريقا كبيرا في الغابات في مناطق شمالي سان فرانسيسكو تستعد كوريا الشمالية لاطلاق صاروخ باليستي قبيل منورات بحرية امريكية كوريا جنوبية مشتركة مرتقبة الاسبوع المقبل بحسب ما ذكر تقرير صحفي في سول نقلا عن مصادر حكومية ردود الافعال العالمية في سياق هذا التقرير البحرية الامريكية ذكرت ان حاملة الطائرات الامريكية يو اس اس رونالد ريغان ستتقدم المناورات المرتقبة في عرض جديد للقوة بوجه كوريا الشمالية فيما يتصاعد التوتر ازاء البرنامجين النووي والصاروخي لبيونج يانج ومن المرجح ان تثير تلك المناورات غضب بيونج يانج التي سبق ان حذرت من اية مناورات مشتركة ونقلت صحيفة دونج ايبلو عن مصدر حكومي ان صورا انتقطت بالاقمار الصناعية تظهر صواريخ فاليستية مركزة على منصات اطلاق يتم اخراجها من حضيرة عسكرية قرب بيونج يانج وفي محافظة فيونجان في الشمال ويشتبه مسؤولون عسكريون امريكيون وكوريون جنوبيون بان بيونج يانج قد تكون تستعد لاطلاق صواريخ قادرة على ضرب الاراضي الامريكية وتثير تهديدات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتحرك عسكري ضد بيونج يانج اذا لم تكبح برنامجيها النووي والصاروخي المخوف من اندلاع نزاع على شبه الجزيرة الكورية عربيا اعلنت الخارجية الاماراتية انها قررت انهاء مهمة سفير الامارات غير المقيم لدى كوريا الشمالية وانهاء مهمة سفير بيونج يانج غير المقيم لدى دولة الامارات وقالت في بيان انها وضعت الاليات التنفيذية لتطبيق قرارات مجلس الامن الدولي الاخيرة فيما يخص كوريا الشمالية وبرنامجها النووي وفي هذا الاطار اوضحت وزارة الخارجية ان دولة الامارات قررت ايقاف اصدار تأشيرات دخول جديدة لمواطني جمهورية كوريا الشمالية وايقاف اصدار ترخيص جديدة لأي شركات كورية شمالية اكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي على اهمية النشر الدوري للأسلحة الاستراتيجية الامريكية في شبه الجزيرة الكورية في ضوء استمرار التهديدات الكورية الشمالية وتبدأ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل مناورات بحرية كبيرة حسب ما اعلنت البحرية الامريكية مؤخرا نبه المسؤول الثاني في الحكومة الكتالونية اوريول جون كيراس الى ان عرض الحوار الذي طرحته مدريد لا يمكن ان يتناول الا استقلال كتالونيا فيما يشكل شرطا مسبقا ويزيد من صعوبة التواصل الى توافق بين الطرفين وقال جون كيراس في كلمة القاها في مقر الحزب اليساري الجمهوري في كتالونيا ان عرض اجراء الحوار الذي قدمته الحكومة الاسبانية يجب ان يشير الى بناء الجمهورية والالتزام بالاستقلال فتحت اولى مراكز الاقتراع عبوابها صباح اليوم في النمسا في انتخابات تشريعية مبكرة ويأمل المرشح الشاب المحافظ سيباسيان كيرتز والذي يحتل منصب وزير الخارجية بالفوز فيها على اليمين المتطرف مع انتهاجه خطا متشددا بشأن اللاجئين والتعهد بمنع تكرار ازمة اللاجئين في اوروبا دهست فيال برية لاجئين من الروهينغا المسلمين اثناء نومهم داخل مركز لجوء في بنجلاديش في الساعات الاولى من صباح السبت اما اسفر عن مقتل ثلاثة اطفال وامرأة في ثاني حدثا من نوعه منذ وصول مئات الالاف من اللاجئين من ميانمار خلال الاسابيع الماضية يذكر ان التزايد عدد اللاجئين الروهينغا في بنجلاديش اضطر السلطات لوضع اللاجئين في مناطق ايواء دشنت على مواقع تسلكها الفيلا وصل الرهين الكندي المحرر جوشوا بويل مع زوجته واولادهما الثلاثة الى تورانتو بعد الافراج عنهم في باكستان بحسب ما اعلنت الحكومة الكندية وكان بويل وزوجته كيتلين كولمن خطفا في افغانستان على ايدي جماعة طالبان عندما كان يمارسان رياضة تسلق الجبال عام 2012 ثم سلمتهم الجماعة الى شبكة حقاني المرتبطة بها في باكستان والاطفال الثلاثة ولدوا في الاسر قال مسؤولون ان طالبا مفصولا من احدى المدارس في شمال كينيا قتل ستة من زملائه السابقين وحارسا بالمدرسة قبل ان يقتل على ايدي حشد غاضب ووقع الهجوم في مدرسة في بلدة لوكيتشوغيو النائية في منطقة توركانا القريبة من الحدود مع جنوب السودان التي تشهد حربا اهلية ونقل الى احد المستشفيات ستة طلبة اخرين بعد اصابتهم بطلقات نارية قتل اثنان وعشرين شخصا على الاقل جراء انفجار شاحنة ملغومة في طريق مزدحم وسط العاصمة الصومالية مقديشو ووقع الانفجار فيما كانت قوات الامن تتابع شاحنة مثيرة للشبهات في شارع في حي هودان ورجحت مصادر امنية ان الشاحنة كانت تستهدف فندقا في المنطقة فيما لن تعلن اي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار استرجعت مدينة تنبكتو افراحها بعدما طالتها يد الارهاب التي منعت فيها جميع مظاهر الحياة كالموسيقى والرقص وحتى الرياضة مفدنا جمال العريبي زار المدينة وكان حاضرا في احدى حفلات الزفاف التقليدية نتابع طبول الافراح تقرع هنا على قارعة الطريق في شوارع تنبكتو نساء يربصن على انغام الموسيقى التقليدية وكذلك الرجال احياء حفلات الزفاف كانت في وقت سابق مستحيلة في ظل حكم الجماعة المتشددة التي كانت تمنع كل مظاهر الاحتفال اما اليوم فقد عادت الافراح لمدينة تنبكتو تعد حفلة الزفاف المتنفس الوحيد لنساء تنبكتو يلبسن احلى الثياب والحلي ويشاركن في عداد الطعام والشراب للحاضرين فيما تقوم الفرق النسوية الاخرى باحياء الحفلة من خلال الاغاني التراثية والموسيقى تنبكتو مدينة الشعر والشعراء والفن الاصيل تربينا على الاحترام والمشاعر الطيبة هذا هو الاصل عندنا ونقيم الافراح كما ترى علنا بعدما حاولت الجماعات المتشددة منعنا لكن في الاخير انتصرنا عليهم وتكتسي اليوم تنبكتو ثوب الافراح في تقاليد تنبكتو تدوم حفلات الزفاف عدة ايام وتصل اسبوعا كاملا عند بعضهم وغالبا ما تقام الحفلات في الهواء الطلق امام البيوت للتعبير عن سعادة اهل البيت واملهم في ان تدوم الافراح داخل مدينتهم جمال العربي لاخبار الان من مدينة تنبكتو شمال مالي فاصل قصير ونواصل نشطنا ابقوا معنا اهلا بكم من جديد في الاخبار العربية ونبدأها من سوريا اتقال شيوخ عشائر الرقة في بيان انهم يعكفون على وضع الية تتيح لمقاتلي داعش سوريين مغادرة مدينة الرقة بعد ان وافقت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي على اقتراح لتأمين مغادرتهم باستثناء المقاتلين الاجانب في التنظيم واكد البيان ان الهدف من ذلك هو الحفاظ على حياة المدنيين الذين يتخذهم داعش دروعا بشرية فضلا عن حماية ما تبقى من المدينة من الدمار سلسلة هزائم مستمرة منيبها تنظيم داعش الارهابي في مناطق نفوذه لاستيما في اخر معاقله بسوريا وبدى واضحا منذ فترة ان نهاية احتلال تنظيم لاراضي في العراق وسوريا باتت مسألة وقت فقد خسر داعش مؤخرا مساحات واسعة جدا كانت تحت احتلاله في كل البلدين مقارنة بذروة انتشاره في 2014 الراقة هذه المدينة السورية التي عانت ويلات الارهاب بدأت تتنفس الصعداء في انتظار خروج اخر دفعة من مقاتل هذا التنظيم الحرب التي قادت قوات سوريا الديمقراطية تحت اشراف التحالف الدولي اتت ثمارها واوشكت على تدمير وانهاء داعش من المدينة ففي اخر تطورات قالت وحدات حماية الشعب الكردية ان تنظيم داعش على شفى الهزيمة مشيرة الى ان الراقة قد تخلو اخيرا من المتشددين السبت او الاحد فبعد استسلام نحو مائة من مقاتلي داعش خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية خرجوا مع عائلاتهم الى جهات غير محددة وفق ما اعلنه تحالف الدولي متوقعا في ذات الوقت قتالا صعبا ستشهده المدينة خلال الايام القادمة وهي مدة كفيلة بالحاق الهزيمة التامة بداعش والتي ستحدث فرق كما اوضح التحالف وفي اول تعقيب رسمي على الانباء التي تحدثت عن دول حافلات الى مدينة الرقة بهدف نقل مقاتلي داعش واسرهم بناء على اتفاق مع ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية قال التحالف ان الهدف من تحرك هذه القافلة هو تقليل الخسائر بين المدنيين لاقل قدر ممكن وكشف التحالف الذي لم يشارك في المحادثات بان هذا الترتيب سيسمح بالتركيز على دحر داعش في الرقة مجاددا تأكيد بعدم سماحه باي ترتيب يتيح للارهابيين الفرار دون قصاص ووسط الحديث عن بقاء المقاتلين الاجانب من داعش داخل الرقة يعود السؤال الى الواجهة حول مصير الاجانب الذين كانوا يقاتلون سواء في سوريا او العراق والمخاوف من شنهم لهجمات جديدة ضد حكومة بلادهم حال عودتهم اليها اما في دير الزور وفي نقطة المالحة القريبة من محور ابو فاس تجمع الالاف من المدنيين الفارين من تنظيم داعش ليعبروا الى المخيمات في مدينة الحسكة ولكن اثناء استراحتهم قام افراد التنظيم باستهداف قوافلهم بسيارتين مفخختين لوقع عشرات القتل والجرحة معظمهم من النساء والاطفال مراسلة ناروناك شيخي والتفاصيل العديد من الاصابات نقلت الى المشفى الوطني في مدينة الحسكة بعد تفجير ارهابي بسيارات مفخخة ارسلها تنظيم داعش واستهدف تجمعا للنازحين بجانب احد الاسري تجلس ام محمد وعيناها تراقب فلدة كبدها الذي اصيب بقدمه اليسرى وكانت هذه المرأة شاهدة على الحادثة المؤلمة ما حسينا ودرينا إلا التفجير اول مرة التفجير قوي حين شي مرعب انا ابني بس مصابق رجل واس كان قريب على التفجير هو مو قريب بعيد عنه بس ممكن اجدته شضية شي على رجل ومهار في مكان اخر بالمشفى تحتضن آلاء ابنتها واثار الشضايا والحروق تملأ وجهها وفي ذاكرتها تراجع لحظة التفجير التي ارتفعت فيها عن الارض لتجد نفسها بعد الغيبوبة هنا وصلنا تقريبا عند الحاجز ما بي يعني تقريبا 25 كيلو متر عد نمشي لعنده وما حسينا إلا شي انفجر وإحنا بجنب السيارات اللي انفجروا وطرنا وطرنا بالأرض أنا ابنتي كانت بحضني بس ابني ظل غادي بالصحرة ما أعرف عنه ما صير كثير من المصابين لا يزال مجهولا إذ لا تعرف ندى ماذا حل بزوجها وخمسة من أبنائها بعد ما نجد بطفليها والشي انفجر علينا طرنا كان عندي ابنيتين الثانية ضلت عندهم بستة يعني يعني نزلونا صار الظلمة ما عدي نشوف ودور على ولدي ما نشوف ما حدي يشوف الثاني ما نعرف السهل نظل وبس سهرة ما نعرف جنا نمشي تانا عد الهاجز ما أدري عنه مش ابنتين وولدين عصبي الله عليهم وقضى جراء التفجير ستة عشر شخصا فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من ستين مصابا في حين يرجح أن يزداد عدد القتلى نظرا لخطورة بعض الحالات روناك شيخي من المشفى الوطني مدينة الحسك قتل وجرح العشرات من مقاتلي فصائل المعارضة السورية إثر قصف جوي استهدف معسكرا لهم في ريف إدلب شمال غرب سوريا وقال مصدر في المعارضة السورية إن اثنين وعشرين مقاتلا قتلوا وجرح أكثر من أربعين في قصفا لطائرات حربية روسية لمعسكر تابعا لفيلق الشام في بلدة كفرومة جنوب محافظة إدلب في بغداد محاولات أمريكية لنزع فتيل التفجير بين القوات العراقية والأكراد إلى أن الأمور لا تزال متوترة لسيما في ظل ما ذكرته البشمرغة من أن القوات العراقية تحاول مهاجمة كاركوك مرسلة ناجنان موسى رفقت القائد الأعلى لقوات البشمرغة أثناء جولته على الخطوط الأمامية غرب الموصل حالة من التأهب القصوى هكذا تبدو الخطوط الأمامية للبشمرغة في كاركوك الوضع حساس جدا ما استدعى قائد المحور الغربي للبشمرغة كمال كاركوكي ليخرج بنفسه لتفقد المواقع العسكرية في موكب ضخم نقطع المحافظة الغنية بالنفط والتي تعتبر من أهم المناطق المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان على خط التماس يلتقي كاركوكي بالمقاتلين الأكراد حتى وقت ليس بالبعيد كانت المعركة هنا ضد داعش ولكن مع انهزام التنظيم تحولت بنادق من حارب داعش من البشمرغة والجيش العراقي والحشد الشعبي ضد بعضهم البعض قواتنا كثيرة ومتمرس ومتدرب بشكل جيد ولنا أسلحة كافية نتمنى أن لا يحدث حرب لأننا ضد الحرب نريد سلم نريد تعايش سلم مع بعض ولكن إذا أجبرون أن ندافع عن نفسنا سندافع عن نفسنا بحيث يكون مفاجئ لهم ونأسف عنه لأن إذا صارت حرب أترى فإن يخسرون إلى موقع عسكري آخر نتجه بعد نشي قوات إضافية على طول الجبهة يريد قادة البشمرقة إيصال رسالة للمقاتلين بالثبات في مواقعهم والدفاع عن نفسهم في حال تعرضوا للهجوم يتهم إقليم كردستان بغداد بالتحضير لشن عمل عسكري ضد الأكراد في كاركوك نحن في ساطر الأمامي الخندق الأمامي لقوات بيشمرق اللواء العاشر منطقة قراو وتريني القوات العراقية المرابطة على المرتفعات المقابلة تبتعد حوالي 3 كيلومترات يجسع قلم هل تم عملية تبادل وإطلاق النار بين طرفين لكن هم يخططون يسلكون هذا الشارع إذا يعبروا بس الإخوان يسوينها الخنادق وأسلحة في مناطق الاستراتيجية لا يمكنهم يخرقون مواقعنا إنها فترة عصيبة المقاتلون على أهبة الاستعداد هنا يحفرون خنادق جديدة وعلى الرغم من أنهم يتمنون حلا سياسيا سلميا لكنهم يتحضرون للسيناريو الأسوأ جينان موسى أخبار الآن كاركوك قال مسؤول أمني كردي إن مقاتلي البشمرقة الأكراد رفضوا إنذارا من قوة شبه عسكرية عراقية للانسحاب من تقاطع طرق مهم بجنوب كاركوك وقال المسؤول في المجلس الأمني بحكومة كردستان العراق إن الحشد الشعبي أمهل البشمرقة حتى منتصف الليل السبت للانسحاب من موقع شمال تقاطع الطرق يعرف باسم مكتب خالد الأزمة التي نشبت بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد بسبب إجراء الإقليم استفتاء الانفصال عن العراق بدأت تدعيتها بالتأثير على حياة المواطنين في الجانب الاقتصادي فقد تأثرت حركة مئات الشاحنات التي تنتقل بين الموصل وأربيل نتيجة التخوف الناجم من إغلاق نقاط التفتيش بين المدينتين مع التصعيد الذي يهدد ألف العوائل التي ما زالت تقيم في محافظات الإقليم خشية عدم تمكنها من التنقل بحرية بين المدينتين والله يأثر على العراق كلها لأنه غراض التجارية البغنزين الوقود كلها يجي من أربيل أي يأثر على الموصل بشكل خاص يعني وعلى العراق بشكل عام كلها والله طريق البارح تقيم بيدع شرص بالليل وفي تحوبي لوحدة الظهر دخوله خروج فالعالم حسرت يعني اللي جاي من الموصل اللي طب أربيل واللي طالع من أربيل اللي يدروح على الموصل مثل النازح عودة مثل نحن مناطقنا نجاع ظلينا يعني بالطريق فأس في تحوبي استغلناه بفرصة قلنا نطلع على هالنه الشغل عملنا هناك وبعده مانع في الطريق احتمال يسيد النوب ما يسيد هاي ظلت إجراءات عدو فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل أبل تجهز لنسخة آيفون بشاشة مرنة قابلة للطي أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا مع صحيفة الأيام البحرينية التي عنونت التوقف عن الإسبرين قد يزيد خطر الإصابة بأزمة قلبية أو جلطة دماغية تشير دراسة سويدية كبيرة إلى أن توقف عن تعاطي جرعة منخفضة من الإسبرين بوصفه علاجا دون سبب قوي يزيد من احتمال الإصابة بأزمة قلبية أو جلطة دماغية بالنسبة 40% وعادة ما يصف الأطباء للمرضى تعاطي جرعة صغيرة من الإسبرين بعد الإصابة بأزمة قلبية للحد من خطر الإصابة بأزمة ثانية في شرائين القلب صحيفة النهار اللبناني عنوانات فيسبوك تطلق خدمة لطلب الطعام إلى المنزل أطلقت فيسبوك خدمة جديدة تسمح لمستخدميها في الولايات المتحدة القيام بطلبيات طعام مباشرة عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال نائب رئيس فيسبوك أليكس هامل عبر مدونة الشبكة بدأ المستخدمون يلجأون إلى فيسبوك ليقرروا ما عساهم يأكلون بعد قراءة ما كتب عن المطاعم القريبة منهم وما يقول أصدقاؤهم عنها إلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت ميزة الحسابات الموثقة تصل لتطبيق واتس أب على ويندوز حصلت النسخة تجربية من تطبيق واتس أب على منصة ويندوز فون على تحديث جديد لا يضم مميزات جديدة واضحة عند استعراضه إلى أن عددا من المصادر كشفت عن وجود بعض المميزات الخفية التي توضح أن الشركة تواصل دعمها الثابت للتطبيق على منصة ويندوز فون وإلى صحيفة الغد الأردنية التي عنونت مادة داخل الفطر تساعد في علاج الاكتئاب اكتشف علماء أن مركب سيلو سيبين وهي المادة ذات المفعول النفسي التي توجد في الفطر يمكنه على نحو فعال إعادة ضبط نشاط الدماغ للأشخاص الذين يعانون من اكتئاب حاد وتوصلت الدراسة المحدودة التي أجراها باحثون في كلية لندن الإمبراطورية أنه عند إعطاء المرضى الذين فشلت معهم العلاجات التقليدية تلك المادة كانت المادة قادرة على إحداث تأثير إيجابي طويل الأمد وأخيرا مع صحيفة الوئام السعودية التي عنونات تحضير أمني أبل آي دي وهمي يسرق بطاقات ائتمانية ويسحب الرصيد حذر باحث أمني معلوماتي من نوع جديد من الاحتيال الإلكتروني يخدع مستخدمي أبل ويسرق كلمات المرور الخاصة بهم ليتمكن من الحصول على بيانات بطاقتهم الائتمانية والاستيلاء على أموالهم في البنوك وأوضح المطور أن النسخة الوهمية تشبه الأصلية لدرجة يصعب على التقنيين اكتشاف أنها غير حقيقية أبهرت دولة الإمارات كعادتها العالم أجمع بتنظيم حفل افتتاح غير مسبوق للدورة الرابعة والأربعين من المسابقة العالمية أبوظبي 2017 وبحضور اقترب من عشرة ألاف زائر من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم وتشارك 59 دولة ومنطقة من مختلف أنحاء العالم في المسابقة والتي تهدف إلى التعريف بالتعليم التقني والمهني ويمثل أعضاؤها حوالي ثلثي سكان العالم وتضمن حفل الافتتاح استعراضا للوفود الدولية سارت خلاله مواكب الفرق المشاركة في الحلب الرئيسية إضافة لعروض موسيقية من 100 عضو من المواطنين والمقيمين كما تضمن الحفل عرضا راقصا مميزا بعنوان المهارات والتنمية أشار تقرير حديث إلى أن شركة أبل أبرمت اتفاقية مع شركة أل جي لاستيراد مكونات للشاشات المرينة لاستخدامها في جيل جديد من هواتف آيفون بشاشات قابلة للطي وذلك على غرار غريمتها الكورية الجنوبية سامسونج وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية كوريا هيرولد إن شركة الجيل كوريا الجنوبية خصصت فريقي عمل منفصيلين للعمل على تصنيع أجزاء الشاشة المرينة قد تظهر في جيل هواتف عام 2020 بنت شركة مايكروسوفت بعض المكاتب على الأشجار لموظفيها في حين يقع بعضها على ارتفاع أربعة أمتار فوق سطح الأرض ويمتلك الكثير من الجدران المتفحمة بالخشب وسقف مرتفع بالكامل وجاءت هذه الخطوة من مايكروسوفت لتوفير مساحة مريحة أكثر للاجتماعات وأماكن أكثر للتفكير والإبداع وأنشأت الشركة ثلاثة منازل على الأشجار استلمت منها اثنين حتى الآن وانتقل بعض الموظفين إليهم وتضم هذه المكاتب قاعة اجتماعات يمكن للموظفين استخدامها والعمل بداخلها قالت فيات كرايسلر إنها ستستدعي أربعمائة وسبعين ألف سيارة من أنحاء العالم من أجل استبدال مكون قد يعطل عمل وسادة الرأس الفعالة في السيارات في حالة وقوع حادث وقالت الشركة الأمريكية الإيطالية إنها ليست على دراية بوقوع أي إصابات أو حوادث تتعلق بالاستدعى قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين ضحايا حرائق كاليفورنيا في ارتفاع واستمرار إجلاء الآلاف نساء تنبكتو يرقصنا على أنغام الموسيقى المحلية الإمارات تبهر العالم بتنظيم حفل غير مسبوق في المهارات العالمية أبو ضبي 2017 وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكترونية كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته نلقاكم بعد أقل من نصف ساعة في موجزن للأخبار شكرا للمتابعة ترجمة نانسي قنقر